العراق محمل بتريكات أكثر من أربعين عاماً من الحروب والمعاناة والحصار واستباحة الإرهام في كلمة عبر الأقمار الصناعية وضمن أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ألقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح كلمة العراق التي شخصت واقع الحال المعاشع عراقياً وإقليمياً ودولياً كلمة وصفها متابعون بأنها لامست الجرح العراقي الذي لم يندمل منذ سنين وأوجزت واقع العراق المعاش وحددت المهام والأدوار الملقات على عاتق المجتمع الدولي مبتدئاً بالإشارة إلى المسؤولية التي تقع على عاتق العراق حين أكد صالح أن المشروع الوطني في العراق يقوم على ترسيخ الدولة المقتدرة والقادرة على فرض القانون مجدداً رفضه أن يكون العراق ساحة لصراعات وتصفية حسابات الآخرين نعتقد أن أي تراخ أو تحاون أو الانشغال بصراعة في المنطقة سيكون متنفساً لعودة تلك المجامع الظلامية الفساد علة تنهش جسد العراق وتمنعه من تحقيق التنمية الشاملة الذي وصفه رئيس الجمهورية بالاقتصاد السياسي للعنف والإرهاب كان حاضراً أيضاً في كلمة صالح الفساد آفة تعانيها كثير من البلدان ولقد خطف الفساد من العراقيين التمتع بنعم بلادهم والساهم في تدميرها لسنوات طويلة الحراك الشعبي أخذ حيزاً أيضاً في كلمة الرئيس صالح والذي وصفه بأنه نابع من الرغبة في إحداث تغيير في البلاد يناسب طموحات العراقيين مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة كان استجابة لهذا الحراك وأمامها مسؤوليات كبيرة في إجراء الإصلاحات الحكومية ومن ضمنها الانتخابات النيابية المبكرة ولقد مر قرابة عام منذ أن شهد العراق حراكاً شعبياً نابعاً من الرغبة بإحداث تغيير في البلاد يناسب طموحات العراقيين جميعاً هذا ولم يفوت الرئيس صالح الإشاد بالدور الوطني الكبير للمرجعية الدينية الرامية لإصلاح مسار العملية السياسية وتنظيفها مما شابها من فساد وضعف متوجهاً بالشكر لأبطال العراق من جيش وقوات أمنية وبيش مرقى وحشد شعبي وتحالف دولي وجيران والذين تصدوا للإرهاب وسطروا بطولات النصر نيابة عن العالم أجمع لقد نجحنا فعلاً في دحر الإرهاب عسكرياً وتحريل مدننا وذلك بقوة إرادة شعبنا وبتضحيات قواتنا من الجيش والحشد الشعبي والبيش مرقى وبدعم التحالف الدولي وجيراننا لكن الحرب ما زالت مستمرة مع الإرهاب